السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناتي وقناتكم قناة ابن العرب أنا كلما أنزل أي فيديو أنتقد فيه أو أتكلم فيه عن كنزة مورسلي يأتي فانز كنزة مورسلي ويتهجم علي بأنني معريض بكنزة بأنني أكرح كنزة وكذا وكذا أول شيء سأوضح لكم بعض الأمور أنا كنزة لا أكرحها ولا توجد معها أي مشكلة فقط علاقتي معها علاقة جيدة بالعكس أنا ذهبت إلى مهرجة جميلة من أجلها ولكن هناك بعض الفنانين سواء كنزة أو سهيلة أو مش بعض الفنانين كل الفنانين عندما يعملون شيء جيد نمدحهم عندما يعملون شيء مش حلو يعني بننتقدون وهذا التصرف اليوم الذي عملته كنزة مورسلي يستحق الانتقاد فالفنان المرحوم محمد الخامس الزغيدي عمل تعليق في الانستغرام يبارك فيه على العمل الجديد لكنزة مورسلي ولكن كنزة مورسلي كانت ترد على جميع التعليقات إلا تعليق محمد الخامس ما ردتش عليه إلا بعد ما ماته يعني سوف تشاهدون أنتم هنا في الصور وهي تقول أنه لم ترى التعليق إلا بعد ما ماته وتقول له ربي رحمك أين كنت يا كنزة عندما هو مش مجرد فان أو مجرد نقوله إعلامي أو صحفي أو عارب أزياء مش فتيش التعليق لكنه فنان مثلك مثلو تخرجين ألحان وشباب هو خرج فنان العرب أنت خرجت ستار أكاديمي العكس هو فاز بمرتبة الأولى فنان العرب أنت خرجتي من برايم عادي في ستار أكاديمي فقط أنت وراك شركة إنتاج وقبول من عند الله يعني كانت عندك شهرة أكثر منه ولكن أنتم في حد سواء خرجي ألحان مدرسة ألحان والشباب يعني لو كان هو من غير مجالك نقول هي ما شفتش تعليقها لأنه تهتم بالأقربين إلها وهو كمان يعني من نفس مجالك الفني من نفس مدرستك من نفس بلدك وعملته أوبيريت عيشي حياتك مع بعض يعني لو ما رديتيش عنه كان أحسن يا كنزة يعني أنه بعض التصرفات يلي تعملها كنزة مرسلي ما أنا مظبوطة وما أنا بمحلة مع كل احترامتي وحبي لكنزة مرسلي ولكن هيدا التصرف مش مظبوط ياريت لو خليتي التعليق هيك أو لو حذفتي تعليقه أحسن لأنه أنا شفت كمية الناس اللي تهجمت عليكي على الإنستغرام والناس اللي تهجموا عليكي في الفيسبوك أنا لو كنت مكانك يا بتجاه له يا بحذفه أحسن عشان ما تتلقيش هجوم هلا كل واحد فليزرع ما يحصد ها أنت حصدت هذا الانتقاد فأعمله وتمنى من فانز كنزة مرسلي أن يرد الآن وهو بالدليل القاطع كنزة في محل تستحق فيه الانتقاد يعني سواء وحد يحبها ولما يحبهاش رح ينتقدها هنا قولوا لي بالليراني مريد بها هنا قولوا لي بالليراني نكرهها أروحوا هنا وهضروا راحي التعليقات نفتحها لكم وتمنى التعليق باحترام 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 في آخر الفيديو نشكركوا مع الحسن الإصغاء والمتابعة دونتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء إن لله وإن إله رجعون اللهم ارحم محمد الخامس الزغيدي وأغفر له واسكنه في سحة جناتك واجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين يا رب العالمين